بالفعل كوثر مجزرة اسرائيلية حقيقة ترتكبها في مدينة رفح بالتحديد في المناطق الغربية ليس فقط في المناطق الشرقية التي تستهدفها الغرات الاسرائيلية والمدفعية الاسرائيلية بل انها منذ ساعات الصباح تواصل اطلاق نيران رشاشاتها تجاه الخيام التي تتواجد في منطقة مواصي رفح او بالاحرى المناطق التي طالب جيش الاحتلال السكان ان يتواجهوا اليها وقال لهم انها منطقة انسانية ومنطقة تصل اليها المساعدات الغذائية والانسانية هنا نتحدث عن منطقة العزبة وهي منطقة مرتفعة قريبة من محور فلاديلفيا او على امتداد المحور تتمركز الاليات العسكرية الاسرائيلية في هذه المنطقة بالتحديد وفي هذه اللحظات ايضا منذ ساعات الصباح وحتى هذه اللحظة هذه الاليات العسكرية الاسرائيلية تقوم باطلاق النار بشكل مكثف جدا في منطقة حي المواصي على امتداد مدينة رفح حيث خيام النازحين التي تمتد هنا بالالاف وتوجهوا حسب ما طلب منهم من قبل الجيش الان نتحدث عن اكثر من ثلاثين اصابة حتى هذه اللحظة وصلت الى مستشفى ناصر بعد ان تمكن السكان بصعوبة كبيرة نقل من اصيب الى مستشفى ناصر في خانيونس جنوبي قطاع غزة الى جانب ذلك فانه سجل حتى هذه اللحظة خمسة شهداء من النازحين الذين يتواجدون في هذه الخيام والعدد مرشح للزيادة في ظل استمرار اطلاق النار بشكل مكثف تجاه منطقة المواصي المنطقة التي يدعي بانها امنة هذه الاليات العسكرية الاسرائيلية التي تتمركز حتى هذه اللحظة في غرب مدينة رفح بالتحديد في منطقة العزبة يصاحبها تحليق مكثف للطائرات الحربية الاسرائيلية من نوع الطائرات استطلاع وكذلك من نوع الكوات كابتر وطائرات الاباتشي الى جانب الزوارق الحربية الاسرائيلية التي تكشف هذه المنطقة بالتحديد في غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة هذا ما يجري في هذه اللحظات في هذه المنطقة لكن ما جرى خلال الساعات القليلة الماضية ايضا نتحدث تأكيد ان ما زالت اسرائيل تسيطر على باقي وكامل محور فلاديلفيا هنا في مخيم يبنى للاجئين محور يبنى هذا المحور ايضا يتعرض هناك لقصف مدفعي متواصل ومستمر وايضا اشتباكات ضارية ما بين عناصر الفصائل الفلسطينية وكذلك جنود الاحتلال واستهداف لآليات عسكرية اسرائيلية حيث ان الاليات العسكرية الاسرائيلية ما زالت تتواجد هنا ايضا على امتداد هذا المحور محور فلاديلفيا اذا ما ايضا اتوجهنا نحو مستشفيات مدينة رفح فانها جميعها قد خرجت عن الخدمة بشكل كامل سواء كان مستشفى ابو يوسف النجار او مستشفى الكويت التخصصي او عيادة تل السلطان او مستشفى الهلال او كل المستشفيات التي تعمل في مدينة رفح خرجت بفعل استمرار العملية العسكرية الاسرائيلية في داخل مدينة رفح هذا ما يجري في مدينة رفح لكن اذا ما توجهنا نحو وسط القطاع فان وسط القطاع حتى هذه اللحظة ايضا يتعرض لتوغل محدود للآليات العسكرية الاسرائيلية في المنطقة بالتحديد ما بين دير البلح وخان يونس بالتحديد منطقة القرارة تتواجد عدد من الآليات تطلق النار تجاه كل من يتحرك تجاه شارع صلاح الدين وهو الشارع الذي يفصل الشرق عن الغرب الآليات ما زالت تتواجد وتستهدف كل من يتحرك هناك لكن حتى هذه اللحظة لم يتم تسجيل اي من الاصابات فيما ما زال التوغل محدود في البريج في شرق المحافظة الوسطى حيث ان الآليات العسكرية الاسرائيلية ما زالت تتواجد هناك وتطلق نيرانها ايضا وقذائفها المدفعية تجاه منازل المواطنين سيما وان عملية التوغل ما زالت مستمرة الى هذه اللحظة ومنذ اكثر من اسبوع ما زالت اسرائيل ترتكب المجازر بحق منازل المدنيين العزل في منطقة البريج المنطقة الاخرى والمدينة الاخرى التي تتعرض لغارات اسرائيلية متواصلة هي مدينة غزة نتحدث عن مدينة غزة بالتحديد فان حي الشجاعية سنت الطائرات الحربية الاسرائيلية فيه غارة تجاه منزل يعود لعائلة ابو ظلفة وهناك شهيدة استهدفات في حي الدرج لمنزلين منزل يعود لعائلة كساب وتم استشهاد ستة مواطنين واستهدف منزل يعود لعائلة صهيون به نحو عشرين شقة سكنية نتحدث عن مجازر كبيرة ومروعة جرت خلال اقل من اثني عشر ساعة فقط في مدينة غزة في الغارات التي استهدفت الشجاعية ومنطقة حي الدرج الى جانب ان القصف المدفعي ما زال متواصل في محيط دوار الكويت بالتحديد في حي الزيتون الى جانب ذلك فان حي ايضا تل الهوى شهد قصفا متفعيا قبل لحظات قليلة من الان وكذلك حي الشيخ رضوان الذي ما زال يتعرض ايضا لقصف مدفعي متواصل كل احياء ومناطق قطاع غزة تتعرض لغارات اسرائيلية مستمرة ومتواصلة ومكثفة واعداد الشهداء تزداد واعداد المصابين تزداد ايضا في ظل انهيار المنظومة الصحية وعدم وجود مستشفيات كافية من اجل التعامل مع هذا الكم الكبير من الاصابات بالتحديد مدينة غزة التي ما زال جيش الاحتلال المتواجد على امتداد محور نيت سليم يقوم ايضا باطلاق النار تجاه السكان في مدينة غزة وبالتحديد في منطقة دوار الكويت والزيتون وغيرها من المناطق هذا المحور الذي حتى هذه اللحظة يتواجد فيه لواءين من جيش الاحتلال ومن مهمته هو منع السكان ان يتوجهوا نحو مدينة غزة وشمال القطاع هذه كانت صورة مفصلة عما يجري حتى هذه اللحظة في قطاع غزة من مجازر اسرائيلية وغارات وابرزها في مدينة ترفح بالتحديد في غرب المدينة اليك كنفر ترجمة نانسي قنقر